ايران تجاوزت قليلا الحد المسموح به لمخزون الماء الثقيل للمرة الثانية هكذا رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها وهذا ما وصفه خبراء بانه انتهاك للاتفاق النووي بيد ان الخارجية الامريكية اكدت ان طهران لم تخفي ذلك وتتخذ خطوات لنقل الماء الثقيل الذي انتجته بما يزيد عن الكمية المحددة وكانت ايران قد تجاوزت قبل ذلك سقف المائة وثلاثين طنا متريا من الماء الثقيل بنسبة واحد من عشرة في المائة الذي يستخدم لتبريد مفاعلات نووية مثل المفاعل الايراني الذي لم يكتمل العمل فيه في اراك منذ يناير الماضي وتخشى دوائر عالمية عدة لمواصلة جهود ايجاد بيئة عملية تمكنها من تصنيع اسلحة نووية وكل ذلك في وقت ينتظر فيه موقف الرئيس الامريكي المنتخب ترامب من الاتفاق النووي بعد اعلانه اثناء الحملة الانتخابية عزمه واعادة النظر فيه وكان الرئيس الايراني ومسؤولون اوروبيون نوهوا بان الاتفاق النووي وثيقة دولية ملزمة ومتصلة بالسلام الدولي ولا يمكن لترامب التصرف فيه لكن خبراء قانونيين دوليا رأوا ان الادارة الامريكية الجديدة في واشنطن لديها الحق في النظر في تعهدات سابقة اذا كان لها تداعيات مستقبلية على امن الولايات المتحدة ومصالحها قتيبة تركستاني